السلام عليكم وفين عائلة محققين لباس عليكم بخير كانت منها تكونوا مزيانين قضية دياليوم ما بغيت نعطي عليها حتى كومنتر صراحة بغيتكم تكتشفوها معايا ببحودكم غير هي رفاية واحد لعبرة كبيرة في الحياة قبل ما منذها نقول لكم ما تخليوش هاد القيسة صير رجوعكم ناس متشككين وتشوفوك على الناس خيبين ومجرمين إلا راح كيل الخير في الدنيا كايني ناس مزيانين كاينين أصدقاء يموتوا معك في الخط مشيق على عائلة فيهم قتالة ومعاقدين ومشي اللي داستعليد وروف قاهرة في صعرورة غير وليم وجرم في كبره مزيان الإنسان يبقى مآمن أنه كيل الخير في الدنيا ولكن أخذ الاحتياط واجب حنا كنديروا قصة الإجرام حي تصادف أن الجمهور دياله كبير تتبغوا وتسمعوا هاد شي وحنا كنحاولوا نوصلوه بأحسن طريقة ممكنة ولكن خاصة نفكركم مرة مرة أنه كيل الخير في الدنيا مرة سكنتاء وانتي وجبت شكرا لايك الفيديو إلا شفتم المحتوى كي يستحق مشينا قضية دياليوم غادي دينا الصين وبالتحديد العاصمة بيكين فين غادي نتعرف على واحد العائلة اللي باس عليها الأب مهندس كبير في المرسد الوطني للزلازل والأم مهندسة في شركة الشحل البحري حنا كنهدروع لوالدين اللي واصلين مزيان وشادين مراتب فيها مسؤولية كبيرة كنظن أن أولادهم ما غايكونوش بعد عليهم بنتهم الكبيرة سميتها ووجين بنت ضريفة داخل صقراصها ومتقفة كتقرام زيان والبنت الصغيرة اسميتها تشاولين تقريبا كتشبه الخطة في كل شي وبجوجهم ورتمون والديهم بالذكاء وسرعة البديهة كانوا قرية تبارك الله وديما كيجيهم مل ولا في القيسم وما يسحبش لكم كانوا منذ كنو علي معقاد ولا كيبقى غير سد على راسه وكيحفظ إلا وجينوا خطة تشاولين كانوا منفاتحين وكيمرسوا بزيب ديالهويات بالموازات مع قرائتهم بحل عزف على البيانو وقالات وحدين أخرين وكانوا موهوبين فيهم بزيف لدرجة إلا كان شي حفل ولا مناسبة في المدراسة ديالهم هم اللولي اللي كيعيدوا ليهم يجيوا باش يفتاتحوا الحفل زيد عليها كانوا كيمرسوا حتى الرياضة وبالخصوص صباحة كانوا خطط طيرات فيها الصراحة كانوا بنت جامعين مبيل جمال الدكاء الخارق وصطروا عليها دكاء الخارق الموهبة وحب الرياضة كانوا كي مثل واحد بروفايل ما شي عادي هم أكثر من ذلك اللي قدرت منها أي واردين يوجين وخوتها كانوا الضمان اللي يدخلوا لي كيحكموا وكيبليوا متميزات فيه وفوق هاتش كانوا مؤدبات متواضعات كوتيات ما فيهمش كثرة بلابلا وفي نفس الوقت بنات باب الله ما عندهمش مع القوالب واخد شفوني كثرت لكم فلوصف ذيل هات جوج خواتات ولكن يراه مهم تعرفوا عليهم تعرفوا على الكاركتير ديالهم كيفش كانت حياتهم كيفش دايرة باش قدروا تفهموا ذلك شي اللي غي يجي من بعد المهم بهمهم كانوا فخورين بهم بزاف وكانوا تيقين باللي في المستقبل غيوصلوا المراتب كبار وغيفوتهم في ذلك شي اللي وصلوا ليهوما الدار ديالهم كان فيها واحد الجو اللي زوين بزاف كانوا كيحتارموا كيبغوا بعدياتهم وعمر كتلق بيناتهم شي صداعوا لمشكيل كانوا عائلة اللي ديما كيدربي هالمثال وقع جديران كانوا كيتمنى وبيداتهم يكونوا بحل وجين وخوتها تشاولينك المهم سوف يدوز الوقت والبنات بدأوا وكيكبروا في السبعة وثمانين وجين تقبلت في جامعة بيكين واتفقت مع خوتها باش من بعد حتى هي تدير بحالة وتدخل للنفس الجامعة باش ينصوا بعدياتهم ويشاركوا في الفرقة المستقية ديالجامعة هي هذيك سوف يدوز العام اللول وبطبيعة الحال وجين سوف تنجح في هذا العام وكيف عادتها كانت من الأوائل الى ما كانت هي اللولة المهم القاسم دياله قرروا يديروا رحلة الواحد الجبل باش يفوجوا شوية وينسوا استرازية القرية هاد الجبل معروف في الصين وكيزوروا بزاف ديالناس فيه بيوتريفية ومناظر طبيعية زوينة يعني فيه ميتشاف المهم هو وجين قررت تمشي معهم وتفوجوا شوية مع راسا هي هذيك تتفقوا باش يتقسموا ويديروجوج جروبات ومن ان يوصلوا للجبل غديدوزوا تم نهار واحد وغديكريوا بيوتريفية في نيباته والنهار الاخر يرجعوا في حالهم مع الصباح وجين كتمسجلة مع الجروب اللول وكيكتشفوا المناظر الطبيعية والبلايس اللي تمك وجينوا صحابا غديدوزوا عندهم ذاك النهار واعر دوزوا وقت زوين وكانوا فرحانين بزاف وصليل مشاوي نعصوا في الدور اللي كراو وراكم عارفة المناظر الريفية كيكون فيهم واحد الفايب في شكال زوينين المهم مع الصباح بكري جمعوا حويجهم باش يشدوا الطريق ويرجعوا في حالهم وجين خلت البريزة دياله عند صاحبتها وقاتلة عافك رديليها البال أنا راجع من ذا بشوية من اللي سولتها فين غادر عقرب يجي ترانسبور ونتحركه قلت لها ما غديش نتعطل غدي غدي غني نضربط الله على شئ مآتر تاريخية مش حال هذه بغن نشوفهم وما كفانيش الوقت البارح قلت لها صاحبته صافي سيري غير حاولي ما تتعطليش وإلا غدي تلقينا مشي نعليك مهم دازلوقت وغدي وصلت ترانسبور صاحبة ووجين كتقلب عليها أوله والبنت مازال ما رجعت سنوها شوي يوم ولي ما بانتش قالوا يمكن قررت باش ترجع مع القروب تاني ذاك شيعنيش تركبو خلووا لي باليس تحت ترجع وتزا دازلوقت ورجحت القروب تاني في حاله ووجين ملياج للآثر لغد لي همي مشوا يقرأ وعادك تشفوا بللي يوجين ما رجعت لا مع القروب اللول لا مع القروب تاني القروب تاني كيسووا اللول واش مرجعت معكم القروب اللول كيقول ليوم لا رايس حبلنا بقات باش ترجع معكم تومة تما غادي عرفوا القضية حامضة وغاي حاولوا يتواصلوا مع والديها غايقلوا ليوم شو واقع بنتك مره بقى في الجبل ما رجعتش وبهوما بطبيعة الحال تخلعوا بزاف وكانوا متأكدين باللي بنته مقاتلي هاشي حاجة حيث مستحيد تقلي صغير هكاك وتخلي قرأتها واصلا ما تقتش تبقى بوحدة في بلاصة بعيدة وما كتعرف فيه حتى واحد مهم تصلوا بالبوليس وعلموهم بعد شي ومشاوا معهم لذاك الشبل باش يحاونوا في البحث دايز النهار اللول الثاني البنت ووالو مليهاش الأعثار بوليس قلبوا في قاعد ديور القاعدة اللي ممكن تكون فيهم ووالو تقول البنت سرطاتها الأرض فالنهار الرابع شي ناس من سوكل محليين كانوا يدوروا في الغابة حتى غادي تباليهم وجين طيحات تحت واحد جبل صغير منهم شووا يعطقوها لقوا باللي السيدة ميتة واللي عطال الله عطاها بهم هاش الضمن هيار بين ساقوا الخبار ما تطيقوش من اللي بنتهم الكبيرة صافي ماتت البنت المشاهدة والدريفة لي الله كاتب دحياتها وكاتبني في المستقبل ليلا صافي مشات للأسف ما بقاتش غادي تمرز لهواية ديالا ولا طلعت تغني في الجامعة مع أختها ولا تحقق ذوك الأحلام الكبيرة اللي كانوا عندها كاتبينة غادي توصل مراتب كبيرة وتحقق إنجازة بوارة ولكن هاتش اللي كتاب عليها دوزو دابة البوليس اللي ما بدلوش مجهود كبير في القضية استجبوا ذك الشهود اللي لقوها وفحصوا البلاصة وصافي قال لك البنت كانت كترة في الغابة وطحت من ذاك الجبل وماتت وما بغيتكم مش تفاجئوا فاش غا نقول لكم أن القضية تسدات على هاد المعطيات صحاب وجين وعائلتها ما قتنعوش بهذا الشيء وكانوا شاكين بلل القضية فيها إنا خصوصا أن صباع وجين وطفارها كانوا نقيين ما فيهم لطراب لأخباشي يعني ما حاوليش شد في شي حاجة مني كان طيحة انتم ممكن تعرفوا واحد الشخص طيح من الجبل غي بغي يشد في أي حاجة باش يعتقراصه ونسبة كبيرة أنا يدي غيكونوا تسلخوا والبشرة غتكون محروضة بطبع الحال اللي غي بيين أنه يحاول باش يعتقراصه ولكن وجين ايديها كانوا نقيين وتقول شي حاجة واش فيهم بحالها هزة شي واحد وحطت بما عائلته وصحابات شي خلاهم يشكوا باللي يا إما شي واحد دفعها بالجاد حتجت نيشال تحت يا إما قتلها عاد حطت ما كتموية أنها طاحت وليوم البنت طحت من الجبل وهات الشي بين حادثة والقضية الصفية تسدات على هذا الشي من النهار اللي ماتت في ووجين الدار تبدلات وما بقاتش كيف كانت الفرحة والضحك واللعب اللي كان مستل عائلة سهلة حتى واحد من أفراد العائلة ما قدر يتجاوز موتها ويرجع لحياته الطبيعية خطة شاولينغ قلت كتحسب رصة وحيدة مش هات خطة اللي كانت تفهمها وتونسها وكتعاونة في قرايتها الدار قلت فغير شعور ديال الحزن والكآبة وزيد عليها الشعور بالدلم حيث في نظرهم ووجين ماتت مقتولة وما قدرواش يجيبوا لها حقا ويمدازوا السنين والعائلة بدأت شوية بشوية كتحاول ترجع لحياة الطبيعية كيحاولوا يتأقلموا في عام 92 تشاو غادي تقبل في واحد الجامعة من أكبر وأحسن الجامعات اللي كينين في الصين لدرجة كعي طلاب هارفرد ديالصين هاد الجامعة باش تقبل فيها خاصك يا إما تكون نابغة مشغلك تقرام زيان وإما تكون ولت وزير ولا من عائلة أرستقراطية يعني تكون من نخبة المجتمع تشاو لينك مشغل تقبلات وإنما نجحت في الاختبار بمعدل كبير مهمتها تقرأ في شعبات الكيمياء والقسم ديالهم كان فيه غير 30 طالب السكل الجامعي كان مقسم على جوج جهة خاصة بالبنات وجهة خاصة بالدراري وخلق رايفة ديالجامعة كانت صعيبة بالقياس وخاصة بالزيف ديال الوقت والجود تشاو لينك ما تخلتش على هوايات ديالها وقدرت توازن بينهم وبين قرايتها كانت تقرأ وفي نفس الوقت تعزف مع واحد الفرقة ديال فنو الشعبية الصينية وكتشارك معهم حتى في الحفالات والمصابقات كانت تمرت حتى الهوايات ديال السباحة اللي كانت تحمق عليها وملفق كانت تقرأ اللغات الإنجليزية والألمانية الوقت ديال تشاو كان عامر لواحد درجة ما تتطوروش وهذا شي ما أضطرش على قرايتها نهائيا بالعكس كان ديما هي اللولة في القاسم واحد حاجة ما قلت هاش لكم هي أن تشاولين كانت بنت طويلة وزوينة تبارك الله عاطية العين الرياضة اللي كانت تقدير خلتها راشيقة وعند الجسم المثالي كانت بنت أنيقة ومن نوع اللي كيتهلف راسه وعاطي قيمة كبيرة نفسها الناس اللي كيشوفوها تتباليهم كلاس في شكلها في لطاي ديالها في حركاتها هادرتها وزيد عقلها وعطيقها في النفس اللي عندها هات الشي كامل خلت اللي بنات الخرين يغيروا منها حينت كاتت تخوض الأنظار كاملين الشباب ديالجامعة كانوا كيتمنى وغير يهضروا معها ولكن السيدة ما عنداش الوقت يالله كانت جايبت تعدون مع قرايته والهويات ديالها تشاولين كانت عندها صديقة وحدة اللي كتطيق فيها وكتعود لها كل شي هات الصديقة اسميتها ساني ساني كانت ساكنة مع تشاولينج نفس الشامبر في السكن الجامعي مع جوج ابنات أخرين وهاتشي علاش كانوا قرأ بزاف من بعضياتهم ما نحتاج منقول لكم بللي هات صحبتها كانت حتى هي متفوقة في القراية حيث مادم تقبلت في ذاك الجامعة فراحة بينا ونزيدكم حتى هي كان عندها بزاف للهيويات المواهي بحال تشاو نيت ساني كانت تعرف تعزف وهاتشي خليها تكون عضو رئيسي في الفرقة الموسيقية ديالجامعة من بعد بدتك تقنع في تشاو باش حتى هي تدخل معهم الفرقة ديالهم قاتلي هنتي يا عازفة ماهرة وشاركتي في شحان من حفلة ايجي نضميلينا را غادي عجبك الجو ومنت ونسينا ايها ديك تشاو قبلت ودخلت الفرقة وكيف غا تكونوا توقعتوا ضغيية دارت بلاستا والأساتي ديال الموسيقى كانوا معجبين بيها بزاف وبالمهارات ديالها تشاو غادي تبقى محافظة عن النجاح والرشاقة وتألق ديالها كل شي كان غادي معهم زيان حتى النهار 5 دجامبر عام 1994 فهذا النهار حيات تشاو غادي تبدأ تقلب وغادي تبدأ تفقد تمييز ديالها بشوية بشوية فهذا النهار شده واحد الألان في كرشة لواحد درجة ما تصوروش كاتك تقلس للأرض وكاتش تكرشها من كترة الحراق في الأول ما أعطتش لهات شي أهمية وشكاتب اللي ممكن غادي تكون غير كالهات شي حاجة ما والمتهاش ودك الشي ضغيية غادي يفوت ولكن تفاجأت بليدك شي طوال بزاف والحراق غادي وكيزيد هنا بذات كتشرب شو عشوب ديال المعيدة وشي مسكينات وكانوا كينفعوها وكينقصوا لها شوية ديال الحراق تشاو جات هاد المرضى في واحد لوقيته خيبة حيث كان عنده واحد الحفلة في الجامعة والأساتيدة ديال الفرقة الموسيقية يختاروها هي اللي غا تدير الافتتاح وتعزف ببوحدة على البيانو لمدة 6 دقيقت قريبا تشاو كانت فرحانة بالقياس مني نختاروها وبدت كتدرب نزيان باش تحمر ليهم وجههم وتوريهم بلي تستهل تقل اللي داروا فيها ولكن للأسف جات هاد المرضى وخلتها متشتة وما قادراش تركز المهم الحفلة كانت في 11 في الشهر يعني باقي لاستيام هاد استيام غا يدوزوا الجاحيم على التشاو الحراق ديال الكرشة ما بغاش يحبس وحتى ذلك المسكينات ما بقاوش كينفعوها وصلت لدرجة انها اللي كليتك ترد في البلاسة وحتى حاجة ما كتبقالها في المعدة زيد علي لاحظات باللي شعره ولا كيطيح بواحد الواتيرة مماشية عادية لدرجة واحد المرة جاءوا صحاباتي يفايقوها وتصدموا من كمية الشعر اللي كان فوقلوا سيدة ديالا سووا لها شنواتش وش عندك شي مشكيل قلتليموا لا أنا باخير ما ديروش في بالكم ممكن غير التوتر ديال الحفلة تشاو اخذيك المعاناة كاملة قد كتمتل باللي راها باخير وما بغاش تبين ضعيفة قدام حتى واحد والغلاص الكبير اللي دارتوا انها بقى تصابر على ذاك شي وما بشيتش حتى لصبطار تشوف شنو عنده قد كتقول يمكن استراز ديال القراية يمكن استراز ديال الحفلة اللي قربت وما يموصل تاريخ 11 في الشهر النهار ديال الحفلة تشاو غادي تقاوم المرض ديالا وغادي تطلع للمنصة باش تعزف ديك ستا دقيق الناس اللي حضروا صحابة والاستاتداء ديالا كل شي لاحظ بلي تشاو بيها شي حاجة وماشي يياديك كان ترقيقة بزاف الدرجة تحويجة كانوا بيني الكبار عليها وراسها كانوا في بلايز اللي خاوين تماما من الشعر وجهها كان دابل ورقيق ولكن وخاها تشي كامل تشاو عزفات مزيان كيف عادتها لدرجة كل شي اللي كان حاضرنا تصفق ليه بحرارة والاستاتداء ديالا كانوا فخورين بيع بزاف نين سالة مسكينة مشا طلعت لبيت اللي في الساكل الجامعي بدلت حويجة ودخلات الدوش باش من بعد ترتاح المشكلة انهم اللي كانت كتدوش غادي تلاحظ باللي في واحد اللقطة تحت واحد الخصلة كبيرة من شعرها يعني الطرف من الفروة بقى عريان هذا رماشي تساقط را تدريب داتك تقراح البلاسة اللي قاصة بيديها كتحيد من ناجوز كبير من الشعر منين سالة تدوش مشا تقود دام المرايين تشوف راسها كتتفاجئ باللي تقريبا ولا تصلعة وحتى ذك شوية ديالشعر اللي بقى الى غي قاصة بيديها كيضاح تخيلوا معايا وخوصلت لهذه الحالة ممشتش للسبيطار وبقت كتحاول تكمل حياتها عادي بحالة ما واقع وانو داز تقريبا نشعر ونصعى المرد دياله فهد الوقت كانت صافي وصلت للحد وما بقى قادرة تزيد تستحمل السيدة تتسخف من كترة الحرائق اللي كيشدها والنعمة ما بقى قطح لها في كرشا ونزيدكم وصلت الوحد درجة اللي ولك يمشي لها يشوف المدة طويلة وكيعود يرجع كتبغي تقرى شي حاجة ما كتقدرش والله تكتبين لها غير الضبابة وعلى شحال عد كيرجع لها يشوف طبيعي وهنا أخيرا غادي هديها الله وقررت تمشي للسبيطار تشوف شنو عندها مهم الأطباء غادي دوروا للتحاليل باش يعرفوا مني جا يدك شي وتخيلوا معايا انهم ملقاوا عندها ويلوا حاروا فيها حتعمرهم شافوا في حياتهم بحل هذه الاعراض فاللوول قالوا يمكن عندها مرد جلدي ولا شي حاجة بحلاكة ولكن باش يبدأ يمشي لها تشوف هرها بينا شي حاجة اللي خطيرة مهم تشاو غادي تزاد عليها الحال بزاف وكان ضروري خاصة تبقى في السبيطار فهد الوقت البنت صافي صلاعت ومبقى عندها حتى زغبة في راسها مبقاتش غير كل شي اللي كتضرها وإنما صحتها كلها كانت مسكينة كتحس بلل نار شعلا فيها إلا غير بغير يفحصها شي طبيب وقاصف شي بلاسة كتغوط لرب اللي خلقها أطباء عيام عادروا لاتحالي ديل السموم ديل الكلاوي ديل الكبدة ولو ما عرفوش من ناجتها الدقة مهم الحل اللي القاو قدامهم هو الجامعة في الكتقرة مشاول الإدارة وصولهم وش يخدمون في هذه الجامعة بمواد كيميائية اللي ممكن تكون تثبات للتشاو في تسموم إدارة دي الجامعة نفوهد الشي وقالوا لهم حينما ما كنخدمهم حتى شي مادة اللي ممكن تشكل خطر على الطلبة دينا المهم في هذا الوقت الأب والأم ديالتشاو واللو ديما معها في السبيطار ما كتفارقوش معها وحتى هما بحل أطباء كانوا حاليا شنو غادي يكونوا وقاع البنتهم اللي خلافة ديك الحالة حتى ملوجة زوين ديالها اللي كان كل شي حاسد عليه تبدل ولا كي يخلع المهم وصل وقت المتحانات وتشاو كانت بغى تدوزهم وخل حالة صحية دينا ما تسمحش لها وبهو ما غادي يرفضوا بطبيعة الحال وقالوا لها صحتك أهم لنا من القرية ومن ديك الجامعة ومن كل شي ولكن تشاو غادي تقصح راسا وقالت لهم ويلو ديك المتحانات ضروري غادي ندوزهم وخ ما عارف شون غادي وقاع ميمكيش لي نعود العام خليوني ندوزهم ومن بعد رجع للسبيطار المهم عيو معاو فالاخر دالوا لها خاطرة خرجوها من السبيطار هذا الشهر دوزات المتحانة ديالا ولكن يا ليتا ما خرجاتش حيث هاد المرة غادي ترجع للسبيطار كفس بزاف من الأول عينيها بدوك يخرجوا من بلايس ومتخيلوا معايا ولا تغير كتشوف والديها كتغود بحالة كتقول ليهم ديرو شي حاجة حبسوا علي هاد الحلقة اللي كان حس بيه العضلات ديالا كلهم تشدوا وما بقات قدرة تحرك الجسم ديالا بحالة تقولوا شعلة فيه العافية لذرجة ما بقات قدرة تلبس حتى الحويج حيث تعرقوا الحمى كي يحرقوها الناس من اللي شافوا البنت تبدلت والليت في ذلك الحالة ضعيفة وما عندها الشعر ووجهة ولا كي يخلع أم الفوق الأطباء ما كيرقوا عند حتى شي حاجة بدوك يقولوا باللي ممكن تكون تسكنات ولا تصابت بالمس واللي خلاهم يزيدوا يشكوا في هذا النظرية والصوت ديالا اللي تبدل حيث ان تبدأ تغوط صوتات يبان ماشي طابعي وكي يخلع تخيلوا معي الشعور ديال الأب والأم ديالا تشاو هما كيشوفوا بنتهم كتعاني وما قادرين يديروا بواله كانوا خايفين بزاف يفقدوها كيف فقدوا كبيره وجين مو يبقى ما بقاش قادر يبقى مكتفيدي وكيشوف بنتهم نهار على نهار كتقرب من الموت غياخد تحاليل والفحوصات ديالا وبدك يفرقهم على الأطباء الكبار اللي كان في الصين من بعد بدك يترجم دك التحاليل بزاف اللغات وبدك يصيفهم الأطباء برد صين بدك يدخل المواقع الطبية اللي في الانترنت والجروبات ديال الطباء اللي كان ينتمك وكيحط دك التحاليل والأعراض اللي عند بنته على الله شي واحد يعرف شنو عنده المهم غادي تواصل مع واحد دكتور من أمريكا قال لي راني قرأت دكتور تقارير وقررت باش ندير شماع مع الزملاء ديالي علاق بالموضوع ديال بنتك منين تخرج النتيجة را غادي نعلمك بيها وذك شي اللي كان غايعاودي تواصل مع دكتور وقال لي أنا والزملاء ديالي استنتجنا من الأعراض اللي عند بنتك أنها تعرضت للتسمم بمادة الثاليوم أب مسكين بدك يقلب على هات السم الثاليوم باش يعرف شنو قع البنته بالضبط ونفين غايكتاشف باللي الثاليوم هو واحد المعدن شديد السمية لدرجة أنهم كيقضوا بيسم الفيران والمبيدات الحشرية من المميزات ديالو أنه ما فيه لا ريحة ولا طعم يعني سهل تأدي بيشي واحد وهاتشي اللي خلي بزاف ديال الدول يمنعوا استعمال ديالو غير قرام واحد منه قادر يتسبب في موت إنسان ولكن حتى يعدبه مزيان ويخلي كل نهارك يتمنى الموت وملاقيهش الثاليوم ما كيستممش غير عن طريق الأكل وإنما حتي لشميته أو قاس الجلد ديالك أعراض ديالت السمم الثاليوم كتبدأ بحرق في المعدة دوخة تساقط خفيف الشعر من بعد كيبدأ الإنسان يفقد البصر دياله الفترة الطويلة وكيودي الجسم دياله كله كيحرقه زد على عبيبي دياله حاشاكم كيودي فيها الدم وآخر مرحلة كيدير كيبدأي عطل في الوظائف ديال الجسم وحدة أمورة أخرى يعني كيبدأي يضرب ليك جهاز بجهاز وهاتشي اللي كيخلي المريض كيتعذب مزيان قبل ما يموت وهاتشي غتفاهموا منه باللي هادة واللي هادة اللي سمم تشاو ذاك الجمال اللي كان فيها الأب ديال تشاو ومنا نكتشفات شي كله مشاك يجريل سبيطار فين كينا بنته ويعلم لأطيباء دياله بات الشي ولكن كيتفاجأ انهم ما تسوقوش لهادرتو وقالوا لي واش نتالي غادي تورينا خدمتنا البنت رادرنا لاتحاليل وما لقينا عند حتة يجي تسمم المهم عيامة يقنع فيهم وقال لي هم بولي راح أطيباء أكبر لتوصلوا لهاتشي وابلي ما شيغل هم وما بيحودهم اللي قالوا لي بلي البنت عندها تسمم ثاليوم ولا كرها بزاف للأطيباء أخرين من دول مختلفة توصلوا لنفس الحاجة ايوا هنا عدت ضرباتهم الفيقة حتى هم بدأوا كيدروا ليتحالي الأخرين وبحثوا مزيان في الأعراض يل تسمم ثاليوم وكتشفوا أخيرا بلي البنت بصح به باش تسميت أم الفوق اكتشفوا بلي تسميت بجوجة المرات المرة اللولة في المدات كانت تحرق كرشة ولكن كانت ما زالة قادرة تقاوم والمرضة الثانية هي في نزاد عليها الحال بزاف ودخلات سوف نفرحكم ونقول لكم بل الإنسان ممكن يتعالج من تسمم ثاليوم ولكن للأسف الأجهزة اللي خربهم عمر هم غير رجوعوا كيف للأول الأب والأم ديالهم كان هو يحبسوا ذاك العذاب اللي فيه بنتهم وماشي مشكلة من رجعتش كيف كانت المهم تعيش علاجة تسمم ثاليوم كيكون بوحد ترياق كيدهنو الشخص المريض على راسه وصحته وهذيك المادة كانت فقط تسحب الجزئات ديال ثاليوم وكتخرجهم الجسم المشكلة أنه صعيب باش تلقاها وغالباً كتكون غير عند الحكومات ولا في الدارك ويب وكتشرب مبالغ كبيرة بزاف وهذا الشي اللي خلى الأطباء يضيعوا وقت كتر اللي خلى الحالة ديال تشاو تزيد الدهور المهم في الأخير غادي قدروا يدبروا في ديك المادة وغادي تبدأ رحلة العلاج ديال تشاو ده بالسؤال اللي غا تطرحوه ما يكون في نظركم سيكون سمم تشاو ودار في هذه الحالة أول حاجة تلك المادة راح محضورة في الصين وحتى المعامل والشركة اللي يخدموا بها يأخذوا غير الكمية اللي محتاجين بالضبط وكل شي كيكون مسجل وعليها رقابة كبيرة مهم الناس بدأوا يربطوا هذا الشي اللي وقعها تشاو مع الموت ديالخوته وجين ويقولوا باللي اللي قتل وجين هو نفسه اللي يحاول يقتل تشاو الناس خراين يخرج بواحد نظرية اللي هي بما أن الأب والأم ديالهم في مناصب عالية في الدولة هاتش يخليهم يكونوا عندهم أعداء يعني ممكن هما اللي داروا داكشي في البنات باش ينتاقموا منبهمهم ولكن هاد النظرية مستبعدة شوية حيتي نتعمقنا في حياتهم غد يلقاهم ناس عاديين داخل انسقراسهم ما عندهم مشاكين ما حتى شي واحد وحتى خدمتهم ما تحتمش أنهم يعرفوا شي أسرار كبيرة ديالدولة ولا شي حاجة اللي غدجيب لهم صداع وتخليهم مستهدفين ديالدولة للتحقيق ونشوفوا البوليس فين وصلوا حيث بطبيعة الحال أبديل تشاو غير عرف باللي بنت وتعرضات الاتسامة بمادة محضورة مش هذي كلارة البوليس كانوا حتى هما مستغربين شو كون غد يبغي أدي بنت طالبة اللي يلا عندها واحد وشرين عام بغي غير تقرأ وتحقق أحلامها والمشكلة أن الشخص اللي دار فيها تشي ما بغياش غير تموت لا بغي يشوفها كتتعذب وكتموت شوية بشوية وما تموت حتى تفقد كاعدك الشي اللي فيها زوين جمال اليالة شعارة جسمها الراشيق تخيلوا معي أنا واحد دري كان يقرأ معاها وننساق الخبار باللي تشاو تزاد عليها الحال في السبيطار قال يمشي يزور على الله يخفف عليها شوية من المعاناة اللي كتدوز منها غير دخل عندها الشامبر وشاف وجهها اللي كان بالدل عينيها خرجوا من بلايسهم تخلع وخرج كي يجري من الشامبر ما من المحاقيقين مشاول بيت دياله في سكل جامي وبدو كيقلبوا في حويجة باش يعرفوا في انتحط لها الثاليوم حيث كانوا متأكدين انها اما تتعطي لها في الماكلة او تدار لها في حويجة باش يقيس الجل ديالها اما باش يكون شماتوا فهذه حاجة مستبعدة حتي لك انت هاد النظري صحيحة فراش حملوا واحد غير مرد ماشي غير هي ولا على الاقل غير مردوا البنات اللي معاها في الشامبر داب المحاقيقين اني كانوا كيقلبوا في اكتشفوا باللي شحة من حاجة تسرقات ليها بحال فوطات ديالها شامبون ديالها الجنة وايون تقريبا قاع الاغراض الشخصية اما بقى منها والو والمشكلة ان هاد شي تسرق الوقت اللي مشات فيه البنت السبيطار محاقيقين كانوا متأكدين باللي الاغراض اللي تسرقوه هم فين تحطط لها مادة الثاليوم ومنين تفرشات القضية لاحوهم باش ميخليوش مراهم دليل اهنا بقى عندهم حل واحد هي جمع واحد اللي سادي اللي بلايس فين كي تستعمل الثاليوم وضاروا اليوم واحد واحد تخيلوا معايا انه من بين هاد اللي بلايس كانت الجامعة النيت فين كاتقرة تشاو وكانوا يخضموا بي وقدروا بي بعض تجارب العلمية محققين هاد يمشوا عند الادارة ديالجامعة وقالوا اليوم علش كدبتوا على الاطباء من يسولوكم وكي تخضموا بمواد كيميائية او سموم في الجامعة وانتوما قلتوا اليوم اللي وها هي مادة الثاليوم كروا اكتشفوها عندكم ادارة قلت لهم حقا رابغينا الجامعة ديالنا تبقى بعيدة عن المشاكيل واصلا راه البنت ما غديش تكون تسمات عندنا حيط احنا كنا ناخذ الاحتياطات مزيان انا قلوا اليوم واخا اعطونا قائمة ديالناس اللي عندهم لاكسل هاد المادة وحنا بطريقتنا هنعرفوا واش البنت تماتنا او لا لا هي هادك ادارة غدي تعطوهم قائمة ديالناس اللي كانوا يخدموا مؤخرا باديك المادة واللي كانوا سبعة ديالالاشخاص ثلاثة منهم ديرين الدراسات العليا وجوج كانوا اتاتيدة وجوج اللي بقاو طالبة اللي سمم تشاو هو شخص كان قادر يوصل لمادة الثاليوم وفي نفس الوقت قادر يوصل لحويجة واغراض الشخصية يعني سنحيدوا من الحساب ديك جوج اتاتيدة ونحيدوا ثلاثة ديال الطالبة اللي في الدراسات العليا حيط هاده ما يمكنش يدخلوا السكا الجامعي وما يقدروا يوصلوا البيت ديالتشاو هكذا بقاو لنا ديك جوج الطالبة واللي كانوا دري وبنت وكيف قلنا السكا الجامعي كان مقسم على جوج جهة ديالدراري وجهة دياللبنات والدراري مستحيل يقربوا جهة دياللبنات يعني بقال لنا مشتبه بواحد وهي ديك الطالبة وغادي نفاجئكم ونقول لكم باللي هاد طالبة كانت ساكنة مع تشاو في نفس الشامر يعني صافي كل شي والله واضح وبين وقيله غادي تكون وعرفتو شكون هي الثاني ساحبت الانتي مني ما كاش كتفارق معها واللي قنعات تدخل معهم الفرقة الموسيقية هي اللي دارت لها السم وبغا تتعذب مزين قبل ما تموت أشي يوقع دابا؟ غادي تم الاعتقال ديالة وغا يبدو معها التحقيق تمنيات ديالسواع والمحاققين كي يستجوبوا فيها والسيدة حالفة واشتعترف وخاق على أديلة كانوا ضدها في هاد الوقت غادي توقع واحد الحاجة اللي غادي تعصبكم بزاف وهي ان العائلة ديالساني غادي تمشي الكوميسارية وغادي تخرج البنت قدام المحاققين هما كي يشوفوا وحتى واحد مقدر يدار معاهم هانا غادي تسولوني كيف هاش داروا ليها واش كي ينسيبه في البلاد؟ غادي نقول لكم اه حتى شعائلتها كانوا شادين مناصب مهمة في الدولة اباها اعمامها اخوتها انا كان هادر على مناصب قوية وحساسة من العسكر المخابرات ومتطالع وهاتشي علاش محاققين مكانش عندهم شي حال اخر من غير انهم يسقطوا على ذلك التهم ويسدوا ذلك القضية في مرة ولكن باللاتي شو الدافع لخلصاني تبغي تعذب وتقتل اعز صديقة لها واجزع من الغيرة ولكن الاسباب اخرين اول حاجة الغيرة كينا وهاتشي بسبب ان تشاو كانت تجي ديما ولو ديما متفوقة في كل شي يزيد عليها الاساتي دا كانوا يبغيوها وكانت عزيز عليهم بزاف هاتشي كامل خلصاني تبدأ تغيير من تشاو ولكن هاد الغيرة غات تبدأ تحول الكرة من الوقت اللي دخلت فيه تشاو المجموعة الموسيقية دي الجامعة من بعد ما قنعتها هي باج تدخلي ثاني ما كانتش عارفة باللي تشاو واعنا في العزف لديك الدراجة وما كانتش عارفة بالاساتي دا غادي تعجبوا بيها لدرجة تختاروها باش تعزف ذاك الحفل بوحدة المدة تستدقيق ثاني حسيت باللي تشاو خدتليها بلاستة في الفرقة وطالبة العام صاني كاتت مهتمة بزاف بذك اللقب وكاتت تدير بمفجه ده باش تاخده ولكن غادي تطير به تشاو حي تختاروها الاغلبية عائلة صاني واصلة ولبس عليهم ذاكش عالش ببنتهم منين وهي صغيرة كانت اللح اللي تعلافهم ما كتلقاها قداما وهاتشي ربا فيها انهي لا بغيتشي حاجة خاصة تصليها باي طريقة ولكن مع التفوق تشاو ولا تصاني اللي بغيتها ما كتقدرش تصليها نهائيا حتى من الفرقة الموسيقية اللي كانت حاسب اللي هي المتميزة فيها جاة تشاو ودات لها البلاصة والأضواء كلها مهم القضية ديال الثاني والتشاو غادي تدير بوم في الصين والناس كانوا متبعينه وكيتسنو باش غادي تسالي من بعد ما خرجت ثاني باراءة الرأي العام غادي تقسم على جوج جيها كتقول باللي الثاني مجرم وخاصة تعاقب وخيكونوا والدي وعائلتها ما نعرف شكون و جيها أخرى كتقول باللي البنت واعية تقفى كتقرف جامعة بحل هذيك مستحيل تسمم تشاو وهي عارفة باللي البوليس غادي وصلوا لها فمن كاش تضحي بقريتها ومستقبالها دابا خليونا من هاتشي بغينا نراجعوا لتشاو مسكينة ونشوفوا في الوصلات في العلاج ووش بداتك تتحسنون الله أول حاجة الحمد لله الأطباء قدروا يعطقوها ومماتت شبهت السم ولكن كيف قلت لكم أجهزة الجسم اللي خرب الثاليوم أعمارا غادي تعود ترجع كيف كانت وللأسف كيف شفتو تشاو بدات العلاج معطل بزاف ومالفوق تسممات جوجت المرات يعني الأعضاء ديالك كله والعصام زيان دابا وجدو ليا راسكم حيث هاتشي اللي غادي نعود لكم غايدر في الخاطر بزاف هاد البنت غادي تقطع لكم في القلب أول حاجة تشاو وقع له تلف الأعصاب يعني البنت شلات ومبقاتش غادي تتحرك ولا تمشى اشتراولا غير واحد كورسي متحرك ووفين تبقى قاسة النهار كله مع الأدوية والترويد بدات كتتتحرك يديها شوية بشوية ولكن بصعوبة كبيرة مسكينة ولا تقدر تدير حتى حاجة بوحدها ولا تقدر لتاكل ولا تلبس لحتى تمشي لطولات حشاكم كل شيء ولا تقدروا ولا غير بها أمها سحب لكم صافي سالينة لمازال البنت مسكينة ولا عندها تشوف العضلات ديالوجه وهاتشي خلا وجهها يتبدل ويقولي من فوق وكورنا غير حدات في هاتشي البنت غادي توقع على أسوأ حاجة ممكن تخيلوها وهي أن السم أضطر على الدماغ دياله ولو عندها مشاكل عقلية وتأخر دهني لدرجة تبقى قلب بنت صغيرة اللي يالله عندها ست سنين تخيلو معي من بنت كي كتقرف أحسن جامعات وكتجهي اللولة البنت عندها تأخر دهني ومصابة بالشلل في هذا العام اللي هو 2023 تشاو كملت خمسين عام دوزت عشرين عام اللولة بحال شيء أميرة كانت جامعة مبيل الجمال والدكاء والرشاقة والموهيبة والفلوس كل شيء اللي بنات كانوا يحلموا بحالة والدراري كانوا يتمنوا غير يهضروا معاها أما ثلاثين عام اللخر دوزتها مشلة وبتأخر دهني خلها بدماغ بنت في عمرها ست سنين وهذا شيء كله بسبب صاحبتها المقربة يحصرها هذا الاوديو كنسجله لكم من بعد ما عملت المونتاج للفيديو كنظر في المساطر كنكتشف أن تشاولينج ماتت على عمر خمسين عام وماتت في هذا الشهر هذا اللي احنا فيه نهار 22 ديسمبر 2023 سيكون تاريخ الوفاة ديالها بسبب أنه وجهها ورعا في الدماغ من بعد مسكينة دخلت الكومة وماتت على عمر خمسين عام ومشكلة أن الصاني ما تعقبتش وبقى عايش حياته بشكل طبيعي اليومين هذا واخر الناس كله معارفين راهية مولاتها صراحة ما عرفتش كيفاش قدروا الأب والأم ديال تشاوي تحملوا هات الشي كامل باش موت لك بنت اللولة والثاني اللي بقعت ليكي وقع لها أم الفوق المجرم ما يتعاقبش راه شي حاجة اللي صعبة بزاف كانوا مساكنين ما يخرجوا في مقابلة صحفية كيبدوا ويبكيوا ويتحصروا على ابناتهم اللي تضلموا وضعت لهم حياتهم والسبب أنهم كانوا متفوقين وداخلين سوق راسهم بالنسبة للصانيح تايا بدت تخرج في لقاءات صحفية كتدفع على راسها دازوا السنين وغادي تبدل اسميتها وانتقلت الامريكان وتزوجات أمه وولدات وعاشت حياتها عادي بحالة ما دارت حتى حاجة الأب والأم ديالتشاو عاشوا حياتهم وما حاسن بالدنب حيث ما قدرواش يجيبوا الحق ديال حتى واحدة من بناتهم كانوا حاسن بيديهم مربوطين وما قدرين يديروا بوالهم دابرهم في الثمانينات وباقي هما اللي مقابلينتشاو يهتموا بيها واللو عايشين في الخوف ويقولوا إلى مرضنا ولمتنا شكون غاديقهم لنا ببنتنا ويتم بيها والمشكلة أن المقابلة ديالة كانت صعيبة البنت ما كتقدر تدير حتى حاجة بوحدها في واحدة من المقابلات اببوها بدك يبكي وقال لموديه ما كنا هناش من ينموتوا نديوها معانا وما نخليوهاش تعاني من مرانا من مرحادي تتتسمم لوقعات التشاوب شي سنوات قليلة وببها غادي توصل لواحد رسالة مكتوب فيها اللي كيزرع شي حاجرة كيحصدها وبنت كون كات محتار مع راسها وكات حتار مسحابة ما كاش غادي وقال لها هادشي دب خليها تعاني تستاهل اببوها قرر الرسالة ودهل البوليس وخا كان عارف راسه غير كيخوي المعلى الرملة وعمر البوليس ما غادي يجيبوا لي حقه ولا غيوصلوا للمون رسالة الناس خرجوا بواحد الفرادية واللي هي بما أن الرسالة مكتوبة باللي تشاو ما كتحتارمش راسه والزملاء دياله ممكن كان شي مشكل بينه وبين اللبنات اللي كانوا مشاركين معاه في البيت واللي من بينهم صاني وغيكونوا تتافقوا كاملين باش يتنونوا منا يعني القضية ممكن يكونوا داخلين فيها حتى لبنات الاخرين من غير ثاني بوليس بطبعة الحال ما تدوهاش في ذيك الهاضرة وبقاطل القضية هكذاك حتى صافي الناس نسوها وكل واحد كمل حياتهم هذي كانت نهاية القصة سمحوا لي هذا هو المحتوى ديالنا فيه أشياء كتبكي وكتلعب عن النفسية في الفيديو اللي فت ديال قضية الأم وبنتها ديال شركة لوريال غتكونوا لاحظوا أن يكون زيتة طاقة شوية وبحاولت شوية نضحككم غير على قبلكم وعلى ود نفسيتكم كان بغي مرة مرة نخرجكم من الجو الكائيب ديالجرائم ولكن في قضية بحال هذي أره ما تقدرش تضحك بالمرة شكرا كابهيكم بزاف السلام عليكم